قالت القوات الجوية الأوكرانية ومسؤول محلي إن قذفات استراتيجية روسية من طراز تو 95 أطلقت صواريخ على العاصمة كييف من بحر قزوين في ساعة مبكرة وهزت الانفجارات منطقتين في شرق المدينة وقال رئيس بلادية كييف إن شخصاً واحداً على الأقل نقل إلى المستشفى لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى وذكر مساعد مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلنسكي أن الهجوم استهدف البنية التحتية للسكك الحديدية فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أطلقت صواريخ على كييف من مسافات طويلة ودمرت دبابات 72 وعربات مصفحة وكانت في مبنى لإصلاح عربات السكك الحديدية وكانت الصواريخ هي الأولى التي تضرب العاصمة منذ أواخر أبريل عندما قتلت منتجة إذاعية في ضربة صاروخية روسية أصابت المبنى الذي تعيش فيه